تطورات قضائية في شأن الانتخابات الأمريكية ستكون مؤثراً ثنائياً القطب لكن بشكل أساسي على القالب النهائي للانتخابات فبعد قرار محكمة كولورادو بعدم أهلية ترامب للترشح للانتخابات الرئاسية بالإضافة إلى مطالب المدعي عن جاك سميث برفع الحصانة عن الرئيس السابق ستكون المحكمة العليا هي من يوجه الدفة أما ترامب فقد يكون أمام أفق انتهاء حياته السياسية سيناريو مكرر يشابه ما حدث عام 2000 عندما كانت المحكمة العليا الحكمة الفصل بين المرشحين جورج بوش وألغور اليوم ستكون أكبر الهيئات القضائية إما من يمهد الطريقة لترامب أو يدق المسمار الأخير في نعشه على خط جاك سميث الذي طالب برفع الحصانة عن ترامب لإمكانية محاكمته سيتعين على المحكمة أن تتخذ قراراً وإن كان متماشياً مع مطالب سميث ستكون ضربة موجعة لجهود ترامب للعودة إلى المكتب البيضوي أما مصادقتها على قرار محكمة كولورادو ستكون العقبة التي ستحول طريق ترامب إلى خارج أسوار البيت الأبيض بل والسباق الانتخابي لكن الخبراء القانونيين يعتقدون أن الأغلبية المحافظة في هيئة المحكمة لن تمرر قرار كولورادو سننسحب من الانتخابات التمهيدية إلى عملية حزبية صارمة من شأنها أن تسمح لناخبينا باختيار دونالد ترامب إذا أرادوا ذلك سيناريو هو أحلى الأمرين سردته البوليتيكو يبدو الأكثر منطقية ضرب قرار محكمة كولورادو سأسمح للمرشح جمهوري بمواصلة السباق الانتخابي ولكن أيضا تأييد حجة سميث التي ستقود ترامب إلى المحكمة إثر رفع الحصانة من الملاحقة القانونية ما يضع مستقبله النهائي بأيدي الناخبين الأمريكيين إيفا عمر العربية لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات